كل يوم حرفيا فيه أخبار سيئة جدا على الاختصاد المصري سواء في وضع الحالي أو في المستقبل إيش ديون وإيش تضخم وإيش أزمة استيراد وإيش دولار جمروكي الحاجات دي كلها يعني بترسم مشهد اقتصادي إجمالي كده بتلخصوا حاجة اسمها التصنيف الاقتماني للدولة يعني ايه تصنيف الاقتماني أصلا؟ تصنيف الاقتماني ده في البنوك اللي هو الكريدت سكور بتاعك اللي هو ببساطة درجة موثوقيتك في إن إحنا نسلفك فلوس يا ترى حالتك الاقتصادية وتاريخك الاقتصادي خلال السنين اللي فاتت بيقولوا إنك تقدر تسد الديون اللي عليك وتلتزم بيها؟ ولا لأ؟ فزي ما فيه ده للأفراد فيه برضو للدول في حالة مصر بقى كدولة يعني رغم إن كل تفاصيل الاقتصاد المصري زفت لكن في التصنيف الاقتماني زفت هو كمان ما أتحك عليك يعني وكل كم أسبوع التصنيف الاقتماني بينزل أكتر كمان إحنا كمصريين تقدر تقول كده إن إحنا بقنا كلنا خبرة في الاقتصاد وأخبار سعر الفايدة في الفيدرالي الأمريكي والسياسات النقدية مش لا سمح الله عشان النظام عندنا صلح التعليم ولا عشان بقى فيه شفافية في المعلومات لا بس من كتر ما كل حاجة في الاقتصاد المصري في النازل وده بيترجم لغلف الأسعار وطحن للمواطن المواطن بقى بيتابع الأخبار عشان يعرف المصيبة الجاية هتجيله من فين وإمتى وزاي ومن الأخبار اللي بقى المصريين بيتابعوها غصب عنهم أخبار التصنيف الاقتمالي لمصر وبنوك مصر طيب أولا تاني بتفصيل أكتر يعني إيه تصنيف اقتمالي زي ما كلنا عارفين العالم محكوم باقتصاد الرأسمالي يعني سوق حر ومفتوح حتى في الدول اللي بتقول إنها شيوعية زي الصين أو اللي كانت شيوعية زي روسيا جزء أساسي من الاقتصاد الرأسمالي قائم على الديون والتسليف بالبلد يعني لأن الدول بتحتاج تعمل مشروعات واستثمارات ومش دايماً بيبقى عندها الفلوس أو الإمكانية إنها يتنفذها بقدراتها المحلية بالتالي الدول والبنوك والشركات وأي كيان اقتصادي بيحتاجوا إن هما يستلفوا بس عشان محدش بيرمي فلوسه في الأرض ولا بيسلفها لحد مش مضمون إنه يسددها بالتالي الاقتصاد الرأسمالي ده عمل معايير أو تقييم لقدرة الدول أو البنوك أو الشركات أو الأفراد حتى على سداد ديون المعايير دي أو التقييم ده هما التصنيف الاقتماني يعني باختصار التصنيف الاقتماني ده هو تحديد ما إذا كانت الدولة أو المؤسسة من دول هتقدر تسدد ديونها ولا لا وهلا تقدر تسدد الديون دي في الموعيد المتفق عليها ولا لا وعشان العالم يعرف هل الدول أو البنك أو الشركة من دول تستحق إن إحنا نسلفها بيتم تقييم قدرتها على السداد بناء على مجموعة عناصر يعني منها مثلاً حجم الأصول أو الممتلكات اللي بيمتلكها طالب القرد سواء كان دولة أو بنك أو شركة ومنها مثلاً هل اللي طالب القرد ده عنده موارد مالية منتظمة عنده دخل سابت منتظم بيوفر له سيولة أو رصيد يخليه يقدر يسدد القرد في موعيده ومنها هل اللي طالب القرد له سوابق قبل كده فإنه تأخر عن سداد ديون ولا حاجة ولما يكون اللي طالب القرد دولة بيدخل في التقييمات دي عناصر سياسية زي الاستقرار السياسي مثلاً لأن عدم الاستقرار السياسي معناه إنها تحصل أزمات اقتصادية هتأثر سلبياً على قدرة البلد على سداد ديون أو ممكن فجأة في يوم يصحوا يلاقوا البلد دي مش موجودة أصلاً النظام سقط ساعتك واللي ييجي بعد كده ورأك والله من لاش دعو بالفلوس اللي أخد الراجل اللي قابلي وعشان التصنيف الاقتماني داي بقى متفق عليه دولياً اتعملت تلت مؤسسات كبيرة بتسيطر على 95% من سوق التصنيف الاقتماني في العالم وهي اللي عملت طرق علينا كمصريين بقالها حوالي سنتين ونص كل التصنيفات الاقتمانية اللي بتطلع لمصر تعبان المؤسسات التلاتة دول شغالين من ييجي 100 سنة لكن الاعتماد الرئيسي ليهم جاء سنة 75 لما هيئة الأوراق المالية الأمريكية اعتمدتهم وقالت دول هم اللي هيحددوا درجات التصنيف الاقتماني في العالم كله الصين حاولت من كم سنة إنها تنافس في سوق التصنيف الاقتماني ده فعملت شركة لكنها لسه بتحبي يعني وما عنداش اعتراف دولي مؤسسات التصنيف الاقتماني الكبيرة بقى التلاتة دول عملوا مستويات أو درجات للتصنيف المستويات دي كتيرة متلخبط لكن خلينا يعني نختصرها ببساطة ونقول إن مستويات التصنيف عند المؤسسات التلاتة أربع مستويات بيرمز لها بالحروف A وB وC وD A ده أعلى تصنيف اقتماني ومعناه إن الدولة أو المؤسسة دي فيها أعلى درجة أمان بالنسبة لتسديد القروض وB معناه إن قدرة الدولة أو المؤسسة على سداد ديونها في معايدها متوسط أما السي فمعناها إنه يعني قدرة الدولة أو المؤسسة على سداد الديون مش مضمونة وفيها مخاطر عالية الD بقى معناها إن الدولة أو المؤسسة متعثرة ومش هتقدر تسد وجوه كل تصنيف من دول فيه برضو تصنيفات فرعية بس برضو بيستخدم فيها نفس الحرف فيه درجات يعني وممكن تلاقي درجة من درجات التصنيف عند مؤسسة من دول بتقابلها أو بتسويها عند المؤسسة التانية درجة بنفس الحروف بس مختلفة شوي اهو التصنيفات الاقتمانية دي بتأثر بشكل مباشر وسريع على اقتصادات الدول يعني الدولة اللي تصنيفها عالي وآمن بتقدر تاخد قروض وبالتالي بتتدفق عليها بقى الفلوس والاستثمارات وبالتالي برضو العملة المحلية بتاعتها بيبقى غضاها كويس لأن التصنيف الاقتماني ده عبارة عن شهادة ضمان لاختصاد البلد أو المؤسسة شهادة بتقول للناس يا جماعة روح اضطوا فلوسكوا هناك ما تخبوش لكن من اول تصنيف متوسط به يعني وانت نازل بقى بنبدأ نتكلم عن المشاكل التمويلية اللي بتواجه الدول وده بقى اللي حاصل في وضع مصر مصر زي ما كلنا عارفين عندها كمية مشاكل اقتصادية توقع قارة مش بلد اول مشكلة هي القروض الكتير جدا اللي واخدها النظام واللي بدأ يبقى فيه شكوك يعني انه يقدر يسددها في موعدها اصلا والشكوك دي زادت لما مصر لاجأت لسندوق النقد الدولي عشان تاخد القارض الاخير ابو 3 مليار دولار ده الخطورة هنا يعني زي ما قلنا ان التصنيف الاقتماني بيدي درجة عالية للدولة اللي قادرة تمشي اقتصادها وتسدد ديونها من غير ما تحتاج تمويل خارجي اضافي وبالتالي بما ان مصر بعد كل القروض اللي خدتها طول العشر سنين اللي فاتت احتاجت انها تاخد تمويل اضافي يعني قارض جديد فده مؤشر لمؤسسات التصنيف الاقتماني انها في وضع مش حلف ده غير ان الاتفاق اللي عمله النظام مع السندوق نص على ان فيه شركاء اقليميين عم الخليج وشركاء دوليين زي البنك الدولي هيدو مصر تمويل اضافي كمان مرة عبارة عن 14 مليار دولار بالتالي مصر بقت محتاجة تمويل خارجي اضافي اللي هو قارض السندوق عشان تاخد كمان تمويل خارجي اضافي اللي هو ال14 مليار دولار ولف بينا يا دون يا بقى كل دي اشارات لمؤسسات التصنيف الاقتماني بتقول ان مصر بتتزحلق في دوامة اقتراض جديدة والدوامة دي بتحط الشكوك حوالين قدرتها على تسديد ديونها القديمة ان مصر ببساطة عمال تلبس طاقية دلدة وانها ما تقدرش تسدد قروض في المستقبل اصلا بس التمويل والقروض اللي مصر محتاجاهم ماوقفوش عن ذكر لان لسه عندك فيه عجز او فجوة تمويلية السنة دي 2023 والسنة الجاية كمان السنة دي مصر عندها فجوة في التمويل عبارة عن 17 مليار دولار نتيجة انها محتاجة الفلوس دي تسد بها عجز الموازنة وعجز الموازنة عبارة عن عجزين الحقيقة الاولاني لان اصلا موارد البلد قليلا لان انت ما عندكش تصدير يسندك بسبب ان النظام اهمل الصناعة والزراعة وكل انواع الانتاج فاتما بتطلعش حاجة تصدرها اصلا هتصدر ايه هتخلي الشعب يبيض يعني وتصدر البيض والتاني لان 40% تقريبا على الاقل من موازنة الدولة هيروح لسداد قصات وفويد الديون يعني شفت الهانة اللي احنا فيه مطلوب ان احنا كدولة نعيش ب60% من ميزانيتنا بس اللي هي اصلا محدودة لا ده لسه فيه كمان يعني السنة الجاية بقى ولنفس الاسباب مصر محتاجة 20 مليار دولار يعنيش خلينا بس الخصلك النقطة دي عشان انا عارف التفاصيل كتير وغلسة يعني بس مهمة معنى الكلام اللي فات ان مصر عندها ديون قديمة وعشان تسددها احتاجت انها تاخد قرض او دين جديد من صندوق النقد عشان تسدد دي القديم ومع القرض 14 مليار دولار من الشركاء الاقليميين والدوليين ولسه السنة دي محتاجة تستلف 17 مليار دولار والسنة اللي بعدها 20 مليار يعني انت عملت تسد ديونك بديون تانية اصلا والدوامة دي اللي بيقع فيها ما بيطلعش هيطلع ازاي يعني ما انت ديون عمالة تزيد 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 وانت اصلا ما عندكش الهامش اللي تتنفس فيه عشان تطلع طبعا مش محتاجة اقولك ان التفاصيل دي تخلي السيسي نفسه لو عنده ضمير يحلف طلاق تلاتة اننا مش هنقدر نسدد ديون هنا بقى ممكن اطلعلك حد دولاجي من اللي جان اياها يقولك وماله ما احنا نقدر نتصرف ونجيب دولارات ونسدد طبعا الكلام ده بلح يعني ما كانش حد غلب هتجيبها هتزرعها سادتك انت عندك مشكلة مرعبة اسمها سعر الدولار الدولار نتيجة التعويمات اللي ورا بعض سعره زاد وبالتالي ايمة ديون مصر زادت يعني انت زودت الديون اللي عليك من غير ما تاخد دين تاني اصلا وطبعا الديون الداخلية او المحلية يعني الديون اللي الحكومة بتاخدها من بينوك محلية او مؤسسات تابعة للدولة بتبقى متقيمة او محسوبة بالجنيه بالتالي الجنيه امتقلت ودي ازمة كبيرة تعالى بقى لسعر الدولار الدولار حضرتك سعره في الطالع كل يوم تقريبا بالتدريج يعني بيطلع بقروش قليلة وفيه اخبار ان هيحصل تعويم جديد قريب يعني التعويم ده النظام مضطر يعمله لان شرط من سروط صندوق النقد الدولي ان سعر الجنيه وصد الدولار يكون مارن بالتالي ايمة ديون مصر الخارجية هي كمان بتزيد يعني عندك ديونك اللي جوع بتزيد واللي برا كمان بتزيد بعد كده بسبب ازمة الدولار واختلاف اسعاره بين البنوك الحكومية والسوق السوداء والدولار الجمركي وسعره في سوق الدهب المستثمرين بقوا خايفين يحطوا اي مالين جديد في اي استثمار لان هم مش قادرين يعملوا درسات الجدوى بتاعت المشروعات لان هم مش عارفين هيحسبوا الدولار على اي سعر مع العملة كل يوم بسعر شكل بالتالي فيه استثمارات كتير بتخرج من مصر سواء عربية زي شركة اكسترا السعودية بتاعت الالكترونيات او شركة الدار العقارية الاماراتية وغيرهم او مستثمرين مصريين كبار زي ساميح سويرس اللي قال من كام يوم انه قرر يوقف نشاطه في مصر وهينقل جزء من استثماراته للسعودية وقال بصراحة يعني ان السبف ده عدم استقرار سعر الدولار الكلام اللي فده معناه ان اذا كانت الاستثمارات بتخرج من مصر هنجيب منين دولارات نسدد بها الديون وده خطر جديد بيتحط على قدرة مصر على سادة الديون اللي هو ايه اللي هو التصنيف الاعتماني اللي بنتكلم عنه نتيجة كل الكلام اللي فده مؤسسات التصنيف الاعتماني الكبيرة التلاتة كلهم خفضوا تصنيف مصر الاعتماني اول واحدة عملت كده الفترة الاخيرة كانت موديز في فبراير اللي فات لما خفضت تصنيف مصر من بي 2 ل بي 3 موديز كمان خفضت نظرتها او توقعاتها للاقتصاد المصري من نظرة مستقرة لسلبية ان الوضع ده في النازل مش هيسبت على كده وقالت كمان انها مش متوقعة اي انتعاش في الاختصاد المصري ولا توفر سهولة مالية لان كان الارد نفع نفسه بعد موديز وفي ابريل اللي فات ستاندرد قالت ان تصنيف مصر الاعتماني هو بي بي وده قريب من بي 3 بتاع موديز وقالت برضو ان توقعاتها او نظرتها للديون المصريية سلبية عشان السبب اللي شرحنا مش شوي وهو انها محتاجة تمويل خارجي كبيرة محتاجة قروج جديدة عشان تسد القديمة يعني ودي ساعتك دوامة اللي بدخلها ما بيطلعش منها بعدها بكم يوم مؤسسة فيتش ضمت على اخوتها وراحت هي كمان مخفضة تصنيف مصر الاعتماني من بي بلاس لبي وبرضو مع نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد المصري وللديون المصري وعشان الدونية في مصر خربانة فتخفيض التصنيف الاعتماني امتد كمان للبنوك لان في اول الشهر اللي احنا في ده في مايو ستاندرد ان باورز خفضت نظرتها المستقبلية لتلاتة من اكبر بنوك مصر من مستقرة لسلبية البنوك دي اللي هي الاهلي وبنك مصر وبنك التجاري الدولي وقالت وقتها ان البنوك دي من اكبر البنوك المصرية والنظرة المستقبلية السلبية للديون المصرية تنطبق على البنوك دي هي كمان لانها بنوك كبيرة وطبعا دي كانت ضربة كبيرة للبنوك دي لانها كانت اشارة تحذير للجهات الدولية وهي بتتعامل معها عشان كده في النهاردة ناس كتير بيشتكوا من ان فيه حوالات جاي لهم من بره متأخرة ما بيسلمهاش اتبلعت في النص كان ما بين البنك اللي باعته ما بين البنك الاهلي او البنك التجاري الدولي او 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 البنوك دي مش لوحدة لان في اول السنة مودز خفضت التصنيف الاقتمالي لخمس بنوك هم التلاتة دول نفسهم ومعهم بنك اسكندرية وبنك القايرة يعني اكبر خمس بنوك في مصر تقريبا تعالى بقى للنظام والحكومة واعلامهم في مصر يا ترى كانت تعليقاتهم ايه على التراجع المستمر في تصنيف مصر الاقتمالي كان عادة شغالوا استوانة المؤامرة والتحامل على مصر وان العالم كله مركز مع مصر ومش مركز مع حد غيره مواسياتك مفيش حد بيعمل الهابن اللي انت بتعمله وده بقى من اول وزير المالية معيط انا بقول لك بمنتها الامان ومنتها الصد هناك تحامل انا بقول لك تحامل اه طبعا معاملة يعني انا بقول لك على حاجة لغاية نشأة الديهي اللي ربط بين مؤسسات التصنيف الاقتمالي وبين كل اللي بيحصل في المنطقة حوالين مصر انه في تحديات جمع تصل الى مرحلة المؤامرات على الدولة المصرية تقديري انه ليس صدفة ان تشتعل كل الاتجاهات في وقت واحد ليس صدفة ان تشتعل الاراضي الملاسقة لمصر غربا وجنوبا وشرقا في آن واحد ليست مصادفة ابدا ان تكون كل المؤسسات الدولية بتتحدث بشكل سلبي مغرد مغل في النكاية في الدولة المصرية بهذا الشكل في ازم اقتصادية قولا واحدا كلنا بنستشعر وبنتلمس هذه الازمة الازمة موجودة في العالم كله بنسب متفاوتها ده غير العبقاري اللي جابه احمد موسى عشان يتهم تقارير مؤسسات التصنيف الاقتمالي انها مؤامرة سياسية طب مدام انت مؤامرة ما تبقواش تستلفوا بقى اللي هو لولا الملامة ولولا دي مؤسسات غربية دولية كانوا هيقولوا انها اخوان هي كمان هما تلاتة جبار جدا فتش وستاندر اندبور ومودز التلاتة دول يا فندم بيعملوا حاجة اسمها مراجعة للأوضاع الاقتصادية للشأن المصري مثلنا مثل العالم كله نعم تمام واجهة نظر المتوضع بتميل جزء منها للأوضاع السياسية وليس اقصريتها للأوضاع الاقتصادية نعم تمام وحتى في التقرير الاخير اللي طالعين من سواء من ستاندر اندبور او مودز ميني تكلموا فيه او حتى فتش بيتكلم ان نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية يعني ما بتقولش غير حاجة واحدة بس وواضحة جدا وهي ان النظام اللي بقى له عشر سنين بيفتف الاقتصاد من غير علم وبمنتهى الثقة لغاية مواحة للبلد في كل الأوضاع دي خلاص ما بقاش عنده غير الانكار ونظرية المؤمر اللغة دي والردود دي معناها باختصار ان خلاص قزمة مصر مفيش امل في حلها وان حتى الحجج القديمة بتاعت النظام واعلامه ما عادتش نفعة ولو حتى على مستوى الكلام في الاعلام وهنا بقى مربط الفرس وهو ان اجماع مؤسسات التصنيف الاقتماني على تخفيض تصنيف مصر والنظرة السلبية المستقبلها الاقتصادي مع الردود العجزة من النظام والحكومة واعلامهم كل ده معناه ان الازمة دي لسه هتكبر اكتر من كده وهوفكرك ان اتكلمنا من شوية عن الاخبار اللي بتقول ان فيه تعويم جديد للجنيب بيحصل وهيحصل وان الاستثمارات الخارجية والمصرية بتخرج من البلد ده كله معناه ان مفيش ولا طريقة في ايد النظام لحل الازمة بس للأسف المواطن البسيط هو اللي دفع وبيدفع ولسه هيدفع تمام